أصدرت وزارة الصحة في غزة بياناً أعلنت فيه ارتكاب قوات الاحتلال ثمانية مجازر جديدة بعائلات قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد نحو 78 شخصاً في حين أصيب أكثر من 140 آخرين أو 104 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ليصل إلى 30 878 بينما بلل عدد الجرحة بحسب وزارة الصحة 72 ألفاً وأربعمائة وجرحين ولفتت الوزارة إلى أن نحو 72% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال